ممكن تقولي نصيحة عامة لكل الأبراج في 2018 نصيحة عامة لكل الأبراج في 2018 أول حاجة تفقلوا بالخير تجدوا كل متوقعات فنتوقع منا تمنى إيه وعتزعلوا من أي حاجة حصلت في 2017 لو جيتوا بصتوا على نفسكم على وضعكم من سنة فاتت بالزبط زي النهاردة أنتوا مش نفس الشخص أنتوا حدي تاني وأوعى تفتكروا أن كنتوا خسرتوا حاجة بالعكس أنتوا خسرتك وديك هتمكسب في شيء تاني وأوعى تفتكروا أن الراح كويس مش يمكن كويس أنه هو راح وعسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 2018 لو توقعنا أي شيء هيحصل فيها هيحصل فيها لو قلنا فيه خير هيحصل خير ده هيحصل مفيش حاجة تفضل دايما على طول لا فرحة هيدوم ولا خزنة هيدوم كل حاجة إن شاء الله هتم زي ما ربنا كاتبها لو جلنا الوحش نفتكروا عشان يجي الحلو نحس به أكيد ولما يجينا الحلو نحمد ربنا أنه هو جلنا بعد الوحش يحنا نشوف معه وربنا قالوا بشر للصابرين فهتمروا بحاجات كتير في حياتكم الفترة الجاية سواء حلوة سواء وحشة في الحالتين هو خير لنا أي حاجة بتحصل للإنسان هي خير لي بس يفرفشوا ونعليون نشو كده خليه تطع إجابية دايما في سنة 2018 تتحكوا دايما في وش الناس خلي بالكم دحكتكم بتوجع وبتموت أي حد بيكرهكم طب حد بيكرهنا ليه في قربهم مرضهم فزادهم الله مرضهم في ناس ايه مولودك في ناس كده ما بتحبش نفسها في ناس ما بتحبش غير نفسها فطبيعي إنك كل ما تنجح كل ما تلاقي حد غيران منك نسوا يبقى عنده الموجودة عندك حتى من غير ما يشعر اشتركوا في القناة